موسيقى انتشار التسول في شوارع الأردن ومطالبات بحلول واقعية للقضاء على تلك الظاهرة فماذا بعد؟ موسيقى مرحبا بكم في ماذا بعد؟ شخص يدعي الإعاقة لاستعطاف الناس والاحتيال عليهم وآخر يجبر زوجته وأطفاله على ملاحقة المواطنين ليأتوا له بالمال وأخرى بعد القبض عليها يتضح أن لديها ثروة وأملاكة ومئات الحالات الأخرى المشابهة التسول في الأردن تحول إلى مهنة تقوم بها عصابات منظمة وفقا لوزارة التنمية الاجتماعية فقد تم ضبط أكثر من سبعة آلاف متسول ومتسولة منذ بداية العام هذا الانتشار الواسع لظاهرة التسول في الأردن دفع وزارة التنمية الاجتماعية لاتخاذ خطوات تشريعية وأخرى توعوية للحد منه في تجربة قامت بها الوزارة تم تصوير متسول بالطبع ممثل في أحد الشوارع تظاهر أنه يعاني من إعاقة وخلال ساعة واحدة استطاع جمع مبلغ لا بأس به من المال دعونا نشاهد وزارة التنمية الاجتماعية تبذل جهودا تشمل عدة محاورة لإيجاد حلولا للظاهرة لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان معالي وزير التنمية الاجتماعية الأردني أيمن المفلح معالي الوزير مساء الخير مرحبا بك في ماذا بعد بداية كيف تقدرون ظاهرة التسول في شوارع الأردن مساء الخير اختيارة وأرجو أن أبدي ملاحظة بخصوص الفيديو اللي تم عرضه هي قصة حقيقية واقعية جرى تمثيلها وليس انتقاس من أصحاب ذو الاحتياجات الخاصة أو ما يسموا بأصحاب الهمم أرجو أن نكون واضحين بهذا الموضوع أختي العزيزة بخصوص ظاهرة التسول أصبحت مقلقة جدا بالشوارع الأردنية على الإشارات على مراكز التسوق على محطات تعبئة البنزين وحتى في الآون الأخير يتم ضبطهم داخل المستشفيات الخاصة والعامة الأرقام دليل كبير على زيادة هذه الأعداد اليوم نتحدث عن أكثر من سبعة آلاف متسول ومتسولة سواء كانوا بالغين أو أحداث طبعا العدد هذا من بداية العام لغاية تاريخه 20% منهم غير أردنيين يقوموا أيضا بالتسول طيب وهنا معالي الوزير دعنا نتحدث عن أسباب هذه الظاهرة يعني إذا كان الفقر أحد هذه الأسباب هل هناك أسباب أخرى تدفع الأشخاص إلى امتهان هذه الظاهرة أختي الفاضلة أنا أعتقد عدة أسباب مجتمعة منها الفقر منها البطالة منها الكسب السريع والغير مشروع لأنه من خلال ضبوطاتنا اللي بتتم على هذه المتسولين تم ضبط مبالغ كبيرة معهم وخلال أيام متعددة وأيضا العقوبة غير رادعة فهذا كمان بيأدي إلى الاستمرار في عملية التسول وتحول حتى إلى عمليات منظمة واحترافية في بعض الحالات اللي تم ضبطها وهنا في هذه النقطة معالي الوزير ألا يعقد هذا الوضع بالنسبة لتطبيق القانون يعني عندما يختلط من هو محتاج فعلا إلى المساعدة مع من يجد بهذه الظاهرة مهنة له للكسب السريع دون بذل أي مجهود كيف يمكن أن نطبق القانون على الشخصين بنفس الحرفية والمعايير؟ أختي العزيزة من خلال دراساتنا لجميع حالات التسول التي ضمن ضبطها لم نجد أي متسول بحاجة نهائيا على العكس كان هناك بعض الحالات عندهم دخل مادي ومردود مادي لكن أصبعت هاي جزء من المهنة اللي يمارسوها وخصوصا موضوع الكسب الغير مشروع أيضا للأسف الأمور الرادعة والقانونية غير كافية وخصوصا في موضوع الأحداث ولهذا السبب اليوم إحنا بصدد عقد لقاءات عقدات في السابق ومستمرة لجميع الأطراف المعنية للخروج بتوصية واضحة وتعديلات واضحة حتى يكون هناك ردع قوي بالنسبة للتسول لأنه أصبح الظاهرة مقلقة للمواطنين تصوري أختياره أن المواطن عندما يصل إلى الإشارة المرورية يتمنى أن تكون خضرة ولا تكون حمراء حتى لا يصطدم مع المتسولين طيب يعني بالفعل هذا واقع يعني محزن معالي الوزير وهنا أنتم شكلتم لجنة وطنية لبحث هذه الظاهرة ببحث أسبابها وإيجاد حلول لو تحدثنا أكثر عن هذه اللجنة من هي الجهات الممثلة بها وكيف ستعمل ست اليوم موضوع التسول هم خمس أطراف يجب أن تكون تعمل سويا حتى تنجح والقضاء على هذه الظاهرة وهي وزارة التنمية الاجتماعية مدرية الأمن العام كضابط عدلية والبلديات في المملكة القضاء متمثل بوزارة العدل والحلقة الخامسة والأهم هو المواطن إحنا دائما نعول على المواطن بعدم تقديم أي مساعدة وإذا فيه هناك أي مساعدة بيحب يقدمها هناك طرق وأسليب معروفة لأهل الخير وأيضا للأسر اللي محتاجة كيف يستطيعون أن يأخذوها بالنسبة لللجنة الوطنية اللي تم تشكيلها هي معنية من جميع الأطراف وتم إضافة وزارة الداخلية تم إضافة مركز حقوق الإنسان وأيضا التشريعات من المجتمع المدني بعض المنظمات من المجتمع المدني أيضا تم إضافتهم على هذه اللجنة للخروج بالتوصية المناسبة والسريعة للقضاء على هذه الظاهرة اللي أصبحت مقلقة للجميع يقال بأن جائحة كورونا كان لها سبب كبير في أن يكون نسبة كبيرة من الشباب عاطلين عن العمل مما قد يدفعهم إلى طرق ربما غير مشروعة من ضمنها التسول كيف ستتعاملون مع هذا السبب البطالة سيدتي لا يمكن اللجوء بطرق غير مشروعة لمحاربة البطالة أو الفقر نعتبر التسول هو الكسب الغير مشروع وبهذا السبب تم وضعه ضمن قانون الإجار بالبشر اللي هو التسول للمنظم فلا يمكن أن نعطي غطاء بسبب البطالة والفقر أنه يستطيع أن يتسول لأي شخص على العكس هناك مسؤولية اتجاه هذه الفئات من قبل الحكومة متمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية وبعد دراسة الحالة والتأكد من أن المواطن هو بحاجة ماسة للمساعدة سنقدم له ما يحتاج من المساعدة اليوم إذا كان هناك عائل لأسرة ربما محتاج لا يجد مأوى لا يجد ما يكسب به قوتة يومية إذا توجه إلى وزارة التنمية شرح حالته هل هناك مساعدة له إذا ما تأكدتم بأنه فعلا هي حالة تحتاج وتستحق المساعدة؟ نعم أختيارة إذا توجه إلى مكاتب وزارة التنمية الاجتماعية وثبت دراسته سيتم تأمين له مساعدة نقدية ومساعدات عينية ودور وزارة التنمية الاجتماعية في جائحة كورونا تم تأمين رواتب شهرية للمتضررين من جائحة كورونا من بداية العام ولهاية العام بواقع 160 ألف أسرة تأخذ رواتب شهرية وهي نتيجة تضررها من جائحة كورونا ذكرت معاليك بأن ظاهرة التسول أضيفت إلى الإتجار بالبشر هذا يعني أنكم لاحظتم أن هناك عصابات منظمة وربما هنا نتطرق إلى موضوع آخر وهو سرقة الأطفال من ذويهم أو استغلال الأطفال وجعلهم يمتهنون هذه المهنة الغير مشروعة وهي التسول كيف تعاملتم مع هذه النقطة؟ ستي اليوم التسول للمنظم أصبح جرم يعاقب عليه قانون الإتجار بالبشر وعقوبته ستكون رادعة خاصة في التكرار اليوم إحنا ما عنا موضوع سرقة الأطفال إنما قد يكون هناك تسخير للأطفال من قبل ذويهم كانوا من نفس العائلة أو من قبل ذويهم أو من المحيط المجاور فنعم سيتم ملاحقة ذلك وبالأمس القريب تم القابض على مجموعة للأسف هو زوج قام بتسخير أبنائه وزوجته للتسول والآن القضية منظورة بالقضاء برأيك اليوم التشريعات الأخيرة التي وضعت لمكافحة الإتجار بالبشر هل تعتبر كافية أم لابد من تغليضها بشكل أكبر؟ سيدتي اليوم إحنا نتحدث عن بداية لموضوع الإتجار بالبشر وموضوع التسول المنظم سنقوم على مراقبة هذا الموضوع وفي حال وجدنا أن هناك حاجة إلى تغليض العقوبة سنطلب بتعديل هذا القانون والعقوبة وإدراجها بعقوبة أشد لكن اليوم إحنا نتحدث أن الوضع مسيطر عليه ويمكن التعامل به لأنه عندنا قانون العقوبات بمادة 2389 وأيضا قانون الإتجار بالبشر هو كفلين أن يغطوا هذه العقوبة وبعقوبة مشددة أخيرا سيدة الوزير من ضمن مظاهر التسول أيضا التسول الإلكتروني أصبحنا نشاهد كثيرا حالات سرقة ونصب عبر الإنترنت كيف تتعاملون مع هذه الظاهرة وهل هي متضمنة ضمن التشريعات الأخيرة لمكافحة الإتجار بالبشر سيدتي موضوع التسول الإلكتروني هي ظاهرة جديدة علينا بدأت في أقل من أو حوالي عام نقوم بمتابعتها ومراقبتها وهناك وحدة الجرائم الإلكترونية لدى الأمن العام ووزارة الداخلية تقوم أيضا بدورها لكن للأسف اليوم لا يوجد أي تشريع من قبل وزارة التنمية الاجتماعية لموضوع التسول الإلكتروني الفردي أما إذا كانت من خلال جمعيات سهناك إجراءات نقوم بذلك وأيضا هناك لجنة خاصة بنظام التبرعات وسيتم التطرق إلى موضوع التبرعات الإلكترونية وقونة هذه التبرعات وفي حال وجود أي تبرع إلكتروني خارج منظومة هذا النظام سيكون هو عرضة للمسائل القانونية والقضاء يكون فاصل بيننا وبينهم شكرا جزيلا لك معالي وزير التنمية الاجتماعية الأردنية أيمن المفلح كنت معنا ضيفا في ماذا بعد نورتنا شكرا جزيلا لك الفقر والحاجة من بين دوافع التسول ولكن لانتشاره أسباب أخرى نتعرف عليها بعد الفاصل مرة أخرى مرحبا بكم في ماذا بعد تشير تقارير وحدة مكافحة التسول بوزارة التنمية الاجتماعية أن 76% ممن تم ضبطهم من المتسولين هم ممتهنين للتسول ويعتبرونها مهنة وليسوا بحاجة فعلية إلى المال رغم أن الفقر يعتبر هو السبب الرئيسي لظاهرة التسول إلا أن علماء الاجتماع يعتبرون أن هناك أسباب أخرى لظاهرة التسول منها سهولة كسب المال وسوء التنشئ الاجتماعية للنقاش حول هذه القضية ينضم علينا من عمان الدكتور مجد الدين خمش أستاذ علم الاجتماع مرحبا بك دكتور بداية دعنا نسألك أهلا يا ستي أهلا نسألك عن أسباب هذه الظاهرة أسبابها تتعلق بالبيئة المحيطة بالفرد أم أنها تأتي من دوافع وبواعث فردية بحتة للشخص يعني بدنا نلاحظ في البداية أنه التسول ظاهرة اجتماعية ظاهرة اجتماعية معقدة ولها جزور تاريخية بمعنى أنه هي موجودة في كل المجتمعات المتقدمة والنامية والفقيرة والغنية في كل المجتمعات التسول موجود ولكن طبعا الأساليب ربما تختلف من بيئة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر بعدين لها جزور تاريخية بمعنى أنه بنطلع على كتب التاريخ اللي بتغطي القرون الوسطى في أوروبا وبنشوف أنها تتحدث عن فئات من المتسولين في المدن وكان هذا الكلام برتبط بشكل أساسي بالتزايد السكاني والهجرة من الريف إلى المدينة لفئات لا تتقن أي مهارة مهنية وكان أيضا كان في أسباب سياسية تتعلق بالاضطرابات والحروب وأحيانا الأوبئة كل هذه الأمور وحتى يعني كتب التاريخ اللي بتتحدث عن المدن العربية الإسلامية في القرون الوسطى من المغرب إلى مصر إلى المشرق العربي دمشق بغداد أيضا كانت تتحدث عن فئات من المهمشين في المدن مثل العيارين الشطار نجيب محفوظ بتحدث عن الحرفيش ومن ضمن هذه الفئات المتسولون وكانت هذه الفئة تزداد في العدد في فترة الأزمات الأزمات السياسية أو الأزمات الاقتصادية مثل المجاعات يزداد عددها بشكل كبير كان في ذلك الوقت في المدن العربية الإسلامية الحقيقة مؤسسات أهلية بالإضافة لدور السلاطين والحكام والدولة بشكل عام اللي بترعي يعني كل المواطنين بما فيهم الفقراء والمتسولون ولكن الغريب دكتور هنا أو ما يلفت لا ليس كل الفقراء ما يلفت النظر بأنه اليوم حسب الإحصاءات والدراسات التي قامت بها على سبيل المثال وزارة التنمية في الأردن فإن هناك أشخاص يمتلكون أموالا كبيرة جدا وبالرغم من ذلك يمتحنون هذه ظاهرة التسول هم يقومون بالتسول ويجمعون الأموال وربما يشكلون عصابات ويستغلون الأطفال أيضا في هذه التجارة إن صح تسميتها بالإتجار بالبشر بتعرف في هذه المرحلة يعني أزمة الكورونا الوبائية من سنة ونص تقريبا يعني هذه أدخلت اضطراب كبير على حياة المجتمعات وعلى سلوك الأفراد ونمط شخصياتهم بالتالي يعني أنا في رأيي أنه إحنا ما بدنا ناخد التسول كمشكلة بسيطة لأنه هي ظاهرة اجتماعية معقدة وعلينا أن ندرسها إحنا عملنا نحكي عن التسول من عشرات السنين ونشكو من وجود المتسولين ومن تطور أساليب التسول ولكن آن الأوان إنه إحنا ندرس هذه الظاهرة نفهمها بشكل عميق وندرس فئات المتسولين هناك فئات يعني في فئة تعمل في التسول كمهنة وتنظم هذه المهنة وشفنا بعض الأفلام السينمائية الحقيقة المصرية التي طرحت التسول كمهنة وصورت حياة المتسولين وسليبهم وفي فئات أخرى يعني هي تتسول بالفعل بسبب الحاجة لأنه بدون وفي فئة ثالثة التي هو المتشردون الهوملس بدون مأوى بدون بيوت ويتحولون إلى التسول حتى يعيشوا علينا أيضا أن نتعامل مع المتسول ليس كمشكلة تماما يعني هو مواطن وهو إنسان له حقوق وعليه واجبات وقد يكون أنه هو انحرف عن جادة الصواب أخضاء وتحول إلى ربما مدمن على التسول هناك أيضا ما يمكن أن نسمي الإدمان على التسول يعني في فئة تستمتع بهذا التسول وقد تكون ليست بحاجة هنا تتحدث عن عامل نفسي ربما دكتور تستمتعوا يعني هنا بالإضافة إلى العامل الاقتصادي هو عامل نفسي نعم تفضل هو عامل نفسي أنه هذه الفئة تستمتع في أنه ترى تأثيرها على الآخرين سيطرتها على الآخرين من خلال لغة دينية أو خطاب ديني أو مفاهيم ديني أو مفاهيم إنسانية يعني يستطيعون التأثير على الآخر وعلى قراره في أنه يقدم لهم الصدقة وأحيانا ممكن يقدم لهم صدقة يعني كبيرة إلى حد ما أغلب الناس ممكن يقدم ربع دينار أردني أو ربما جينية مصرية ولكن يعني أحيانا ممكن شخص يقدم له مثلا خمس دانانير أردني خمس دانانير أردني خصوص هذه الظاهرة يعني كما ذكرت دكتور هذا بسبب تنشط في الأيام الدينية والمناسبات الدينية يعني مثلا في شهر رمضان المبارك نلاحظ بأن هناك كثرة في أعداد المتسولين يستغلون المشاعر الدينية يلعبون على عواطف المسلمين لمحاولة ابتزازهم وأخذ المال منهم أو الصدقات هذا كلام سليم لأنه المتسول حتى ينجح في تحقيق هدفه بده يكون عنده سلاح لغوي سلاح يؤثر على المشاعر يؤثر على مشاعر المتصدق أو المواطن الآخر بحيث أنه يدفعوا أنه يقدم له تعرف إحنا الناس عندنا يعني الجماهير عاطفيين تبعنا شعب طيب ومتدين عاطفيين نعم ومتدينون بالفطرة وبالتالي المفاهيم الدينية والنغمة الدينية تؤثر عليهم وتؤثر على سلوكهم وتدفعهم إلى إذن هنا تحدثنا يعني ذكرت حضرتك ذكرت عوامل اقتصادية تدفع للتسول عوامل نفسية تدفع للتسول أيضا ماذا عن العوامل الاجتماعية والتنشئة الاجتماعية هل لها دور في هذه الظاهرة يبدو أنه هناك ثقافة فرعية للتسول بمعنى ثقافة فرعية يعني أنه فيه معلومات مفاهيم عادات تقاليد حوافز امتيازات نوع من المكافآت السلبية والإيجابية وتنشئة اجتماعية تدريب وتعليم يعني هو التسول متعلم مكتسب يعني لا يولد هذا الطفل أو الطفلة لا تولد أنه هي متسولة أو هو متسول هو يتعلم ويتدرب على التسول من بيئة معينة هذه البيئة أنا بسميها منابع التسول ولما بدنا ننتقل الآن بعد شوية نتحدث عن أساليب العلاج وضبط هذه الظاهرة بدنا في البداية يعني نحدد منابع التسول منابع التسول لا تشك أنه أول شيء اللي هو هذه الثقافة الفرعية اللي هي تعطي شرعية لسلوك التسول وبعدين البنية الأسرية طبيعة الأسرة يعني بتعرف في بعض الفئات كبيرة من الأسر في القاهرة وفي عمان وفي بيروت ودميرشك وأغلب العواصم العربية يعني أسر فيها ازدحام أسري وكثرة في الإنجاب خاصة نحن هنا عمنا نتحدث عن الطبقات الفقيرة ومتدنية الدخل هذه الطبقات الفقيرة متدنية الدخل بسود فيها الإنجاب الكثيف يعني بتشوفي أن أسرة تسكن في غرفة ومطبخ وعندها سبع أطفال ودخل الأب يعني بيكون محدود الأم غير متعلمة جاهلة وبالتالي يعني هذه البيئة الأسرية بيصير في ضغوط من الأب على الأولاد أو البنات أنه اطلعوا اخرجوا من البيت تروحوا دابروا حالكم لازم تساعدوا الأسرة حتى لو بتشحدوا طبعا هو قد يكون أنه بتكلم بهذه اللغة ولا يقصد حرفيا أنه يروحوا يشحدوا تمام وضحت هذه النقطة دكتور بيأخذوا الرسالة شكرا جزيلا لك دكتور مجد الدين خمش أستاذ علم الاجتماع وهكذا مواجهة جادة يخوضها الأردن بوزارته أو بوزاراته وأجهزته للقضاء على التسول والأمال معقودة أيضا على الوعي المجتمعي لمحاربة تلك الآفة ليبقى السؤال ماذا بعد؟ اشتركوا في القناة